أخي وزوجاته حصلت بينهم مشاجرة وذهبت اشتكدت في المحكمة وتدخل رجال صالحون ليصلحوا بينهم يا حل ودي لكنهم فشلوا في الحل طلبت شروطا يأتي له بمسكن خارجي وإجري له الحقن المشهري لكنه رفض ورفضت العودة ثم حكمت لها المحكمة بنفقة ألف جنيه شهريا علما بأنه يمتلك راتب بسيط وهو معاق ليس معه دخل غير المرطب وسطر الله راح بعد جميع المحاولات معها قرر أن يطلقها علمنا أن قيمة القيمة مائة ألف جنيه مقسمة لنصفين قرر أن يعطيها خمسة وخمسين ألف وتأخذ الحاجة بتأتي رفضت فتعب منها فقرر أن يطلقها غيابي فطلقها غيابي والعفش عنده طيب عليه أن يرد العفش لأنها ستشكوعة قضية تنذر عن قرب تنذر عن قرب ما السبب الحامل لها على ذلك لكن هي لها قيمة الأساس لأنها بمثابة صداق لها والله أعلم ترجمة نانسي قنقر